موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدة الكرام على الهواء مباشرة في نبض الاقتصاد وحلقة تبحث في مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر وآحله إلى مجلس الشورى للمناقشة نرحب بضيوف حلقة هذا الأسبوع ومعنا سيد عبد الباصط طالب العجي مدير إدارة ترويج الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة ومعنا أيضا سيد يوسف الزمان المحامي والخبير القانوني ورحب بضيوف الكرام وأبدأ معك سيد عبد الباصط مرحبا بك نبدأ بمشروع قانون الجديد أخذ وقتا طويلا في إعداده من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة حتى يكون واحدا من الممارسات العالمية من أفضل القوانين العالمية حدثنا بداية عن حيثيات صياغة هذا القانون بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستثافة أستاذ مروان وكما قلت طبعا أن القانون أخذ وقت طويل وأعتقد أنه أقدر أقول وقت كافي لدراسة آليات ومواد القانون ولكي يتماشى طبعا مع التغييرات الاقتصادية في السوق القطري ومع الوضع الاقتصادي المتغير بشكل مستدام إضافة إلى ذلك كان لابد من مراجعة بعض قوانين الدول الشقيقة وبعض قوانين الدول الأخرى لكي نظهر بقانون أو نطلع بقانون مميز يواكب التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي ويواكب أيضا الرؤية القطرية لـ 2030 وهذا طبعا أجا نوع من الحافز السريع في إخراج القانون بالوضع الذي طلعنا فيه بناء على توجيهات سمو الأمير في خطابه الأخير في مجلس الشورى حيث يركز بشكل مباشر على تحريك الاقتصاد ومن أجل تحريك الاقتصاد والاستثمار فيجب علينا أن نراجع ونعدل القوانين الخاصة بذلك سيد يوسف أنتم قريبين كمحامين من القضايا وتأثيرات وتدعيات أي قوانين تصدر خاصة في القطاع الاقتصادي كما نتحدث كيف استقبلتم كقانونيين هذا القانون أو مشروع القانون الجديد بشأن الاستثمار الأجنبي وأهميته في هذه المرحلة تحديدا نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني بكل تأكيد الدولة دائما تقوم بمراجعة التشريعات لا سيما التشريعات الاقتصادية قطر عرفت الاستثمار رأس المال الأجنبي في قطر منذ سنوات طويلة من الستينات تقريبا وهناك عدد من التشريعات إلى أن أصبح عندنا القانون رقم 13 لسنة 2000 الذي هو ينظم استثمار رأس المال الأجنبي رأى المشرع أن هذا القانون لا يحقق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية بالنسبة للدولة كما تعلم يعني جميع الدول تحرص على استدعاء أو جلب رؤوس الأموال الأجنبية بما فيها أغنى الدول الولايات المتحدة أمريكا الصين يأخذ هذا الجانب حيز كبير من تشريعاتهم ودائما هناك مراجعة لهذه التشريعات فعلت الآن قطر ذلك وأعطت الحق للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك 100% في معظم المشاريع عدا بعض المشاريع اللي استثناها القانون هو لم تستثنى وإنما تطلب أخذ قرار من مجلس الوزراء فيه اللي هي عمال شركة التأمين والوكالات والبنوك نظرا لحساسية هذه المشاريع ونظرا لارتباطها المباشر بالاقتصاد القومي أو الاقتصاد الوطني نحن كمحامين نقول بأن أيضا هناك تشريعات أخرى لا بد أن تواكب هذا التعديل الذي حصل في قانون الاستثمار قبل ذلك نناقش القوانين إن شاء الله يصعفنا الوقت في أنه لنا كثيرة سيد عبد الباصط حدد في مشروع القانون الجيد في المواد من الثانية إلى الثامنة ضوابط استثمار رأس المال غير القطر وهي أن تتيح الاستثمار النقطة الأولى في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة وهذا أول إنجاز لمشروع القانون الثاني أنه أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطر الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء ويحضر أو يحضر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية لا مسموح للمستثمر الأجنبي أن يستثمر في كل القطاعات؟ نعم نعم هو في القانون الثلاثة عشر لسنة ألفين كان محدد عدد من القطاعات المسموح فيها للاستثمار الغير قطري القانون الجديد أجب فتح المجال لجميع القطاعات في الاستثمار عملية أنه تحديد قطاعات البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية في القانون السابق كانت غير مسموح فيها في القانون الجديد أعطى فرصة أخرى ولكن بموافقة مجلس الوزراء على حسب الحال الاقتصادي وعلى حسب احتياج السوق فيما يخص باقي القطاعات جميع القطاعات الآن متاحة إن كانت القطاعات الصناعية، الزراعية، الصحة، التعليم، السياحة بشكل أساسي، نظم المعلومات يعني كل القطاعات المتواجدة في السوق طيب بالنسبة للبنوك وشركات التأمين يعني استثناءها إلا بقرار من مجلس الوزراء هل يعني يتبع باعتبار أن هناك اكتفاء دعنا نقول ذاتي في البنوك أو دعنا نقول مخاطر لربما في أعمال هذين القطاعين سواء كانت تأمين أو البنوك هذه هي الأسباب؟ السببين هم السببين وجهين يعني عملية الاكتفاء في الوقت الحالي بالنسبة للسوق القطرية لا تستحمل أكثر من البنوك الموجودة الشيء الثاني هو للدعم البنوك الوطنية من الأساس والشيء الثالث عملية الاستثمار في البنوك استثمارات ضخمة استثمارات كبيرة جدا وفيها تتبعها قوانين مقيدة للموضوع هذا لحساسية المشاريع وحساسية القطاع المصرفي بالذات اليوم أيضا موضوع المشروع القانون يحضر الاستثمار في الوكالات التجارية هل يعود السبب في أن الوكالات لم تصبح تشكل قيمة مضافة في مفهوم الاقتصاد القطري وأيضا يعني العديد من رجال الأعمال في قطر والقطاع الخاص يعتمد بالضرورة على الوكالات التجارية طبعا راجعنا في المواد القانون بحيث أنه في نفس الوقت نحمي الرجال الأعمال المواطنين ومنظومة دول الخليجية أو المنظومة الخليجية فيما يخص الوكالات كان فيه اتفاق بأنه تكون الوكالات مخصصة ومحددة للرجال الأعمال المواطنين واستخلق موضوع الوكالات يعني الاستثمار في الوكالات هذا من المواطنين نحتاج إلى مصانع نحتاج إلى قطاعات خدمات قطاعات استثمار في كما ذكرت في مجالات صحية تعليمية طبية طبعا ولكن هو أهم الأهداف من إنشاء القانون الأهداف الأساسية هو على أساس أنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشي بوتيرة متسارعة في الفترة الأخيرة على أساس أن نحن نوصل لتنفيذ رؤية 2030 التي تخدم القطاع الاقتصادي والتنمية الوطنية بشكل جميل موضوع ربما اليوم سبق الحقيقة من ناحية السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في كل القطاعات هو السؤال هل من توجيه لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في المستقبل بشأن قطاعات معينة تنصح فيها بالاستثمار تبعا لحاجة الدولة تحديدا في هذا الوقت تحديدا طبعا هناك في سياسة وزارة الاقتصاد إعطاء الأولوية للقطاعات على سبيل المثال عندنا الأولوية للقطاعات في الوقت الراهن الصناعات قطاع الزراعة قطاع التكنولوجيا قطاع الصحة تعطى من ضمن الأولويات ولكن هذا لا يمنع أن القطاعات الأخرى مهمة والقطاعات الأخرى نتقبل دخول المستثمرين هذه الاشتراطات هل سنشهدها في مرحلة لاحقة لربما في اللائحة التنفيذية بالنسبة لمشروع القانون أم أنه ستكون اجتهاد من وزارة الاقتصاد والتجارة وربما تكون ليست كما ذكرت ملزمة نعم هي هي بتكون بناء على دراسات بناء على دراسة السوق بناء على التطور الاقتصادي بناء على الاحتياج للسوق في قطاعات معينة فقد يكون هناك وتيرة متسارعة لقطاع معين فنفتح المجال بشكل أكبر ودراسة المشروع نفسه هو الذي يحدد مدى قوة المشروع في دخول السوق وهل سيضيف إضافات للاقتصاد الوطني أم لا سيد يوسف رصدت ردود أفعال إيجابية من قبل الأوساط الاستثمارية خارج قطر حول القانون الاستثمار الجديد والسؤال هل تعتقد بأنه الفرق ما بين واحد من أهم الفروقات ما بين القانون الجديد والقديم أنه القانون رقم 13 للعام 2000 كان يعني يلزم المستثمر الأجنبي بالشراكة 49% أمام 51% في هذا القانون هل تعتقد أنه إلغاء هذا البند أو القانون ضمن المشروع الجديد فعلا في مكانه الصحيح كيف تجد هل فعلا كان هذا الإلزام في السابق يشكل أرق بالنسبة إليكم أنتم كمحامين في المحاكم هل كان هناك مشاكل من هذا النوع بين الشركاء سواء قطريين أو أجانب نعم بالنسبة للقانون 13 سنة 2000 عندما اشترط أن يكون استثمار رأس المال الأجنبي بنسبة 49% و51% للشريك القطري في حقيقة الأمر هناك الكثير من المشاكل لأن الأمر اللي كان مؤكد أن الشريك الأجنبي كان فعلا يملك أكثر من النسبة المقررة له اللي هي 49% بل ممكن يملك 90% إنما في الأوراق الرسمية 49% هذا طبعا ترتب عليه الكثير من المشاكل عندما جاء القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد وحدد نسبة 100% للمستثمر الأجنبي مؤداء أن نحن قضينا على التستر اللي كان حاصل في السابق واللي نتيجة هذا التستر تحصل مشاكل عديدة كثيرة متنوعة سواء فيما بين الشركاء أو فيما بين الشركة والعملاء وما إلى ذلك يرجعون على من بس كان دائما الضحية هو الشركة القطري للأسف الشديد يعني كان هو اللي بعدما هذه الشركة نتيجة للنزاعات الموجودة أو بعدما تتصفى الشريك القطري هو اللي يتحمل للأسف الشديد كافة الغرامات المالية أو الديون أو ما يترتب على تصفية الشركة من أمور وما إلى ذلك الآن القانون الجديد حسم هذا الأمر أيضا يتطلب يعني لابد الشريك الأجنبي عندما يأتي ويكتسب نسبة المئة في المئة لابد أن يكون قادر على تحمل الالتزامات وتحمل الشروط اللي سوف أكيد تفرض عليه يعني لن يقبل أي فرد يأتي ويفتح مشروع ويكتسب نسبة مئة بالمئة ويشتغل في البلد ويتاجر في البلد دون أن يكون هو متمكن ويكون صاحب رأس مال حقيقي ويكون عمل في البلد عمل جدي يؤدي إلى فعلا المساهمة في اقتصاد الدولة سيد عبد الباصط من بنود مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار في المواد من المدى رقم 9 إلى 17 أشارت إلى الحوافز المقدمة إلى المستثمرين تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لأقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن ما هي ألية التخصيص ستكون واضحة الآن أم هي مع شركاء قبل ما أبدأ في موضوع الحوافز بس عقب على السيد يوسف موضوع المية في المية هذا لا يعني عدم قبول دخول شريك قطري في الاستثمار ولكن الفارق بين القانون الحالي ومشروع القانون المقترح أنه قد يكون المستثمر الأجنبي يأخذ النسبة الأعلى من الحصاص فقد يكون المستثمر الأجنبي يمتلك 80% والمستثمر القطري يمتلك 20% فإحنا ما سكرنا الباب على عملية الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال المواطنين وبين رجال الأعمال الأجانب وهذا بذاته يعطي فرصة لتطور حركة الاقتصاد فيما يخص خبرات المستثمر المواطن أنه قد يدخل مع شركات ذات خبرة كبيرة وهذا ويقتنم منها الفرص والمعرفة لإضافة لسوق القطرية فعملية 100% قد لا تعري بالمعنى 100% ولكن يحقل المستثمر الأجنبي التملك 100% ونحن نحفز ونطالب من المستثمرين المواطنين الدخول في شراكات اقتصادية لما لها الأثر الإيجابي للرجال الأعمال المواطنين أما فيما يخص تخصيص الأراضي والحوافز هذه في الأساس بتكون في أغلب الأمور للمناطق الصناعية فيما بالأجار المتعرف عليه وهي إجارات رمزية بتكون مشيئة الله بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للسنين محددة يتم الاتفاق عليها أو بالانتفاع في كل الحالات هل تقصد مناطق الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والوزارة الطاقة أم مناطق شركة مناطق؟ الجميع إن شاء الله في الأمد القريب ستكون هيئة المناطق الحرة موجودة بالإضافة للمناطق الاقتصادية فصدور القانون في الفترة هذه هو نوع من التكامل بين المشاريع المستقبلية والقوانين الأخرى على سبيل المثال القانون التجاري لما صدر أتى بحافظ أنه نحرك القانون الاستثماري لأنه فيه علاقة مترابطة بين القانونين قريبا إن شاء الله القانون التملك العقارات من ضمن التطورات هذه وزارة الاقتصاد تقريبا أكثر من 20 قانون تمت في طور المراجعة ومراجعة القوانين والمواد وإصدار قوانين طفرة في القوانين وفي الحفزات الحاجة هي التي تفرض عليك عملية التطوير وتعديل القوانين وهذا يطبع بالتشريعات أيضا القانونية وسؤالنا القادم سيكون لسيد يوسف الزمان بعد هذا التقرير مشاهدة الكرام نعرف فيه أبرز بنود قانون الاستثمار الأجنبي ولنا عودة ابقوا معنا مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة بعد دراسة لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية في شؤون الاقتصادية عدة طبعا تعزيز الاستثمارات في الدولة وفي مجالات مختلفة كان هو العنوان الرئيسي لأهداف هذا القانون الذي يدعم بالإضافة إلى ذلك عجلة التنمية الاقتصادية في قطر وذلك من خلال تنوي أو تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تستهدف الدولة بشكل رئيسي وطبعا رأينا خطوة عدة تعززه باعتباره جزءا من رؤية قطر الوطنية من هنا كان من أهم أهداف هذا القانون هو استقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وبنسبة 100% من خلال جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار وللعمل في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وأيضا التجارية التيسير على هذا المستثمر كذلك لدخول السوق كان من بين الأهداف وفي المحصلة فإن هذا القانون بالإضافة إلى خطوات سابقة تخذت ستعمل على رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثمارية لدولة قطر لارتكاز على قوة الإنفاق الحكومية في توطين الاستثمارات الأجنبية وزيادة العوائد الضريبية إلى جانب حماية كل من المستثمر الأجنبي كان أو المحلي من مخاطر الاتفاقات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري كلها خطوات من شأنها رفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية مشروع القانون تضمنت مواده وحوافز عدل المستثمرين كان من أهمها تخصيص الأراضي اللازمة عن طريق الانتفاع أو عن طريق الإيجار وذلك وفقا للتشريعات مع السماح باستيراد ما يحتاجه هذا المشروع سواء من معدات للإنشاء أو للتشغيل أو للتوسع مع جواز الإعفاء من ضريبة الدخل وذلك حسب الضوابط والإجراءات والمداد المتعلقة بقانون ضريبة الدخل وفر القانون كذلك إعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الاستثمارات من الآلات أو المعدات اللازمة للإنشاء وكذلك هو الحال بالنسبة للمواد الأولية أو النصف مصنعة واللازمة للبدء في الإنتاج وهي التي لا تتوفر في الأسواق المحلية نتحدث هنا بطبيعة الحال عن الاستثمارات المتعلقة بمجال الصناعة هذا القانون أو مشروعه وفر للمستثمر الأجنبي الحماية فيما يخص نزع الملكية والتعويض عليها في حال نزعها وذلك ضمن ضوابط محددة فقط كما يضمن القانون أيضا حرية نقل الملكية أو التنازل عنها وفقا أيضا لإحكام القانون يتيح القانون للمستثمر الأجنبي بحسب المشروع حرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج ودون أي تغيير أو تأخير ويجيز له أيضا لاتفاق على حل المنازعات بوسطة التحكيم أو بأي وسيلة أخرى مقررة ما عدا في المنازعات العمالية بحسب القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير منح هذه المشروعات حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه عدد آخر من الأحكام العامة حددها مشروع القانون كان من أهمها التزام المستثمر بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث وكذلك الالتزام بقوانين الأمن وقوانين الصحة العامة مع عدم المساس بالنظام العام للدولة أو الأداب العامة وغيرها وأن لا تخلى أحكام هذا القانون بالمزايا أو الإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات في وقت العمل به طبعا هناك استثناءات لهذا القانون بحسب ما جاء في المشروع حيث لن تسري أحكامه على الشركات أو الأفراد الذين تسند إليهم الدولة استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية بموجب امتياز أو اتفاق خاص كما أنه لن تسري الأحكام على المؤسسات أو الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء كما أنها لن تسري أيضا على الشركات أو الأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو أي من العمليات التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط وأيضا في قطاع الغزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدة الكرام سيد عبد الباصد كما تبعنا قبل قليل الأرقام الصادرة عن وزارة التغطية التنمي والأحصاء بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في قطر ولاحظ أن تركزت 90% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت في عدد من القطاعات الاقتصادية أكثرها القطاعات الكبيرة صناعات نفطية وبيتروكيمويات وصناعات تحولية ونقل وتسويق بـ 56% لاحظ أن السنوات الماضية ركزت قطر باستثماراتها الكبيرة خارجيا ونجحت في ذلك نجاح جبار تعتقد أن المرحلة الحالية فعلا احتاج إلى تفعيل استثمارات داخلية في قطاعات متوسطة وصغيرة بعيدا عن الصناعات الكبيرة فعلا الحاجة الماسة في الفترة الأخيرة هي التي دعت إلى تطوير المواد القانون في الأساس الهم من هذا هو الانسجام مع المتغيرات الاقتصادية والطفرة في المشاريع الضخمة والمشاريع الكبرى التي تقوم على عاتق الدولة التي قد تحتاج خبرات وشركات أخرى لتغطية بعض الفراغات أو بعض الخبرات لدى الشركات الوطنية وأساسا أن المشاريع الحيوية هذه محتاجة التضافر والانسجام مع الشركات ذات الخبرى في العالم فحاولنا بشكل كبير جدا وبدأنا في عملية الترويج للاستثمار طبعا الذراع الطولة للاستثمار الخارجي عن طريق جهات أخرى ولكن استقدام وجذب الاستثمارات للسوق المحلية كانت في الفترة الأخيرة وأمانة أنه سعادت الوزير وزير الاقتصاد في كل جميع سفرات التي تمت كان يركز على جذب وتشجيع المستثمرين والدول التي لنا علاقة فيها علاقة اقتصادية قوية فجذب الشركات هذه لسوق القطرية وهذا طبعا هو المصداقية التشريعات والقوانين هي التي تجعل المستثمر يكون عنده الرقبة في الدخول سيد يوسف موضوع التشريعات وكان لك تعليق عليه قبل القليل أنه السؤال هل تواكب يعني دعنا نقول النظام القضائي في المحاكم الحكومية بعيدا عن مراكز التحكيم هذه الطفرة في القوانين والتشريعات التي حسمتها الحكومة خلال السبوع الأول من هذا العام هو بداية أستاذ مروان لابد من مراجعة التشريعات المعمول بها غير تشريع رأس المال الأجنبي لأنه قد يوجد في هذه التشريعات عند مراجعتها عوائق أيضا تكون يعني عائق في طريق الاستثمار رأس المال الأجنبي أو مما يسبب بعض القلق لاستثمار رأس المال الأجنبي الأمر الآخر أيضا القضاء لابد أن يكون القضاء أيضا في الدولة متجاوب لأن المستثمر الأجنبي من المهم لديه عندما يستثمر أمواله في أي دولة أن يتأكد من وجود قضاء مستقل وقضاء يطبق هذه القوانين تطبيقا عادلا وميسرا أو ميسورا صحيح بالنسبة للتشريعات في قطر هناك بعض التشريعات التي في اعتقادي الخاص يتعين مراجعتها ويتعين حذف بعض المواد التي قد تشكل عائقا في طريق الاستثمار مثلا قانون إيجار الأماكن هناك في قرار صادر من مجلس الوزراء بفرض زيادات في الأجرة السنوية على المحلات التجارية أو للعقارات المستخدمة لغير أغراض السكنة في 5% و10% و15% هذا القرار أصبح يطبق الآن من حوالي ثمان أو تسع سنوات أنا في اعتقادي خاص أن هذا القرار استنفذ أغراضه لأن الإيجارات التي كانت نازلة الآن أصبحت يعني وصلت إلى مستويات ممتازة فلما إذن تستمر هذه الزيادات فأناشد مجلس الوزراء أن يعيد النظر في هذا القرار أيضا بالنسبة لقانون الشيك الشيكات في قطر للعسف الشديد في مشكلة كبيرة يعني آلاف القضايا للشيكات من غير رصيد بسبب أن الشيك يستخدم أداة ضمان وليس أداة وفاء هنا لابد للمشرع أن يتدخل بنصوص تحرم استخدام الشيك كأداة ضمان ليمنع هذه الجرائم وكثرة لأن هناك مئات الملايين من الشيكات الموجودة في أدراج مكاتب الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم هذا أيضا لابد من مراجعته وأنا على يقين بأن وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة الداخلية سوف يعدون النظر في هذا الأمر بالنسبة نأتي إلى القضاء القضاء الحمد لله سموه الأمير حفظه الله تنبه وأعلن في مجلس الشورى أن لا بد من مراجعة الإجراءات القضائية ولا بد من القضاء على بطء التقاضي وفعلا وزارة العدل قامت بسن عدة تشريعات ومجلس الشورى ناقش هذه التشريعات بهدف القضاء على بطء التقاضي وإزالة العوائق سواء في القانون الإجرائية المعمول بها أو بالنسبة للقوانين الموضوعية كل هذه الأمور إن شاء الله عندما تصدر هذه القوانين ونطبق سوف تحلل كثير من المشاكل هناك مراكز تحكيم هل هي كافية لمعالجة هذا الكبير أيضا نعم صدر قانون تحكيم سنة 2017 هذا القانون الآن يطبق وتعمل وزارة العدل على إصدار اللوائح التنفيذية عندنا في غرفة تجارة وصناعة قطر مركز تحكيم وفي مركز قطر للمال وهو مركز مرموق جدا وفيه يعني يفصل في العديد من القضايا التي تنشأ ما بين الشركات وما بين الأفراد أيضا مركز قطر للمال موجود فيه محكمة دولية وفيها قضاء يعني على مستوى عالي من الثقافة القانونية والقضائية كحل دعنا نقول يواكب هذه القوانين التي صدرت هل من الممكن أن تشكل دائرة اقتصادية نعم أيضا يعني هذه بالنسبة للمحاكم محاكم مع قضاء حب ذا لو تنشأ دوائر تجارية أو اقتصادية متخصصة في نظر القضايا التجارية لأن التاجر أو الرجل الاقتصادي عندما يرفع قضية وليديون في السوق مثلا بملايين الريالات ويحرم من هذه الملايين لمدة طويلة تصل إلى سنة أو سنتين هذا طبعا هيسبب لقلق لا سيما والمستثمر الأجنبي عندما يأتي إلى البلد ويتعامل سواء مع شركات موجودة في الدولة أو مع أفراد وتحصل طبعا ديون وتحصل معاملات مالية فعندما تحصل منازعات ولا يستطيع الحصول على حقه بسرعة وبسهولة عندها طبعا هنا يتردد في مسألة الاستثمار إذن لابد من إنشاء دوائر متخصصة تجارية لنظر القضايا التجارية ليتسنى الفصل كذلك لابد أن يكون هناك قضاء متخصصين في المسائل التجارية في مسائل الاستثمار وفي مسائل البنوك حتى تكون عندهم خبرة ودراية ويستطيعون الفصل في هذه القضايا بسهولة ويسر سنعود مرة أخرى مشاهدين الكرام إلى الحوار بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكم من جديد مشاهدين الكرام آخر تقرير كان للبنك الدولي قبل صدور طبعا مشروع هذا القانون البنك الدولي قال في هذا التقرير أن قطر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالميا في سهولة دفع الضرائب والتاسع عشر عالميا في الحصول على تراخيص البناء والمركز السادس والعشرين في سهولة التسجيل الملكية والمركز الخامس والستين في الحصول على الكهرباء وأيضا المرتبة الثالثة والثمانين للعام الثالي على التوالي في ممارسة أنشطة الأعمال لغاية العام 2018 كنا نتحدث قليل سيد عبد الباصط عن هناك شرط كان للسجيل التجاري أن يدفع أيضا المستثمر 200 ألف ريال كضمان وألغي وساهم إلغاء هذا البند في تقدم قطر في المؤشرات الدولية بشكل كبير جدا كيف هي النظرة أيضا خلال هذا القانون في تصنيف قطر مستقبليا نعم المؤشر البنك الدولي هو طبعا المؤشر في سهولة تسيير الأعمال لها تقريبا تسع مؤشرات إضافية ومن ضمن المؤشرات هذه حماية الأصول المستثمرين والأرقام التي ذكرتها حضرتك نحن طبعا فخورين فيها ولكنها ليست الكفاية الطموح أكبر من هذا فبناء على التعديلات القانونية وتعديلات المواد هذه سترد بأثر إيجابي على تقييم البنك الدولي لأن المستثمرين يعدوا تقرير البنك الدولي كتقرير معتمد وذو ثقة فبناء عليه الأرقام هذه لما تتغير بشكل إيجابي ستحفز المستثمرين وتساعدنا أود تقرير البنك الدولي نحن نقوم الآن على مراجعة كثير من المواد وكثير من الشروط الموجودة حاليا وذلك لتعديل الرقم أو أرقام المؤشرات الدولية بحيث أنها تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القطري كنت أود أن ينوه بس في موضوع المحاكم الذي ذكر أستاذ يوسف القانون لم يغفل الموضوع وذكر من ضمن الحوافز أنه يحق للمستثمر الأجنبي الرجوع للقضاء المحلي أو القضاء الدولي فعند أكثر مرونة بحيث أنه للجهة التي يثق فيها أكثر بغض النظر عنها فهذه من ضمن تحويل الأموال كان لك تعليق أيضا طبعا تحويل الاستثمارات هي في الأساس تحويل عائدات الاستثمار بمعنى أن المستثمر لها الحقية الكاملة في تحويل العائدات في تحويل الأرباح جزئيا أو كليا في تحويل المبيعات في حالة التصفية أو التصفية الجزئية فهذا يعطيه مرونة بجميع أنواع العملات يعني لا يوجد تحديد بالعمل الفلاني وفي نفس الوقت لا يوجد عليه نوع من التقييد في عملية يعني في كثير من الدول تمنع تحويل أكثر من 25% من الأرباح بالنسبة للقانون القطري يقول لك أنت حر في عملية التحويل فهذه إضافة غير مقيدة في القانون طبعا جميل مشاهدة كلام مشروع القانون كما نعلم هو مشروع قانون وحيلة إلى مجلس الشورى سيناقش لربما يأخذ شهر في نقاشه ومن ثم سيأخذ مصادقة سمو أمير البلاد المفدف ربما أيضا يأخذ شهر آخر من هنا حتى تلك المرحلة أيضا سنشهد المرحلة التنفيذية أو لعونا نقول اللائحة التنفيذية سيد يوسف وكان لك أيضا تعليق على أنه اللائحة التنفيذية لابد أن تتطلب بعض الاشتراطات البديهية في التعامل مع المستثمرين الجانب لكون الموضوع مرتب أستاذ مروان الهدف ليس فقط جلب الاستثمارات ولكن أيضا كيفية المحافظة على هذه الاستثمارات واستمراريتها من الممكن أن أجلب الاستثمارات تقعد سنة سنتين وتروح مثلا لكن كيفية المحافظة على هذه الاستثمارات بالمقابل أيضا مثل ما قلنا في أول حلقة أنه لابد هذه المشاريع التي تأتي والتي تُعطى التملك مئة في المئة للمشروع لابد أن تكون ضرورية للمجتمع بحيث أن هذه المشاريع الاستثمارية لا تنافس مشاريع استثمارية موجودة في الدولة وإلا ما عملنا شيء الأمر الآخر أن هذا المشروع اللي يأتي لابد أيضا أن يشترط عليه أن ينقل إلى الدولة الخبرات والتكنولوجيا وفرص العمل أيضا للمواطنين القطريين الأمر الآخر أن اللائحة التنفيذية يجب أن توضع شروط ولابد أن يكون فيها شفافية بحيث أن المستثمر الأجنبي ما يضيع وسط إجراءات طويلة ومعقدة يعني هدف اللائحة التنفيذية هي وسيلة لتحريك القانون لأن القانون سيجتمل على مثلا 30 و40 مد قد اللائحة التنفيذية تشتمل على 100 أو 200 مد تحدد الشروط والاشتراطات والضمانات والمواصفات وبعدين يتعين أن تأتي اللائحة التنفيذية يعني مطابقة للقانون ولا تنشئ مي مثلا الوزير يحط بنود في اللائحة تخالف القانون أو يضع بنود أو عراقيل ليست موجودة في القانون إذن لابد اللائحة فقط هدفه تيسير هذه الأمور أيضا أصر وأؤكد على ضرورة إذا كان السماح للأجنبي أو غير القطري بالاستثمار في دولة قطر لابد من مراعاة أيضا عدة أمور وأعتقد القانون نص عليها وهو مراعاة النظام العام والعادات والتقاليد يعني ما أنا أسمح للمستثمرين أن يفتحون مثلا لمؤخذ مراقص ولا أمور مثل هذه لا يعني لا بد أن أيضا تحترم العادات والتقاليد والنظام العام وهي نص موجود والحمد لله 100% سيد عبد الباصد اللائحة التنفيذية بشرتم في رسم ملامحها فعلا هو اللائحة التنفيذية يكون هناك فريق من المختصين في الوزارة لإعداد اللائحة التنفيذية وتواكبا مع القانون أصلا إحنا بدأنا وكانت مبادرة من سعادة الوزير منذ فترة بفتح مركز خدمات المستثمرين مركز خدمات المستثمرين هذا مختص فقط لاستلام وتخليص معاملات المستثمرين من المرحلة الأولى حتى مرحلة صدور القرار أو صدور القرار بالاستثمار خطوات المراحل هذه تم اقتصارها تقريبا كانت بحدود تسعة أو عشر خطوات أصبحت الآن أربع خطوات فقط حتى الاعتماد فهذه الأمور لتسهل على المستثمر لأننا أخذنا في عين الاعتبار أن المستثمر قد لا يكون مقيم في البلد فعملية السفر والمراجعة أو متابعة الأمور هذه بتكون عائق بناء عليه يوجد موقع خاص في موقع الوزارة بحيث أن المستثمر يستطيع تقديم الطلب من بلده الأصل مباشرة ويتحمل الطلب إلى نظام بنسميه البي اس اس اللي هو نظام بيزنس سيستم ويستقبل في مركز خدمات المستثمرين ويتم التعامل معه في أسرع وقت وبأقل تكلفه بالنسبة للمستثمر إضافة إلى البنود الأساسية اللي إن شاء الله راح تكون فيه الآلة التنفيذية سرعة إنهاء الإجراءات لأن هذه تساعد هذا واحد من أهم الأمور جدا جدا طريقة تعامل فكل هذا يعني أخذ في الهسبان وإن شاء الله يعني راح يواكب إصدار اللاحية التنفيذية مع إصدار القانون يعني في نفس الوقت هل هناك من اشتراطات بالنسبة ل رأس المال المستثمر لا يوجد اشتراطات مثل ما ذكرت حضرتك في البداية في المقدمة كان هناك 200 ألف لفتح أي بيزنس الآن لا توجد هذه الاشتراطات وهذا مما يسهل على إعطاء فرصة للمستثمر أنه يستغل المبالغ هذه في بدء العمل وبدء المشروع لو ربما الدولة أو الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية خلال فترة ست شهور لا يختلف اثنان فيما تحتاج قطر من مشاريع تشكل قيمة مضافة لاقتصادها مثلا التقارير الآن الصادرة بعد صدور قانون المشروع القانون الاستثمار الأجنبي بدأت تتحدث عن أنه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البنوك والخدمات المالية في قطر وصل إلى 6% حسب تقرير وزارة التخطيط والأحصاء وتستحوذ البنوك القطرية على 80% فإذا موضوع البنوك والخدمات المالية مطروح موضوع أيضا آخر مهم جدا وهو السياحة والسفر والذي تحدثت عنه الحكومة طويلا خلال الفترة الماضية والتشهيد والنقل والزراعة والغذاء في إنشاء مصانع وتوطين صناعات تختص في الغذاء والصناعة تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري سيد عبد الباصط من الرسوم الجمركية على وارداتها من الألات والمعدات اللازمة لإنشائها وتعفى أيضا مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعا لازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في السوق أعتقد أنه حوالي 19 بنت ليست موجودة في أي قانون استثماري من هذا النوع حتى ما يفرض على المستثمر من إيجارات كان في توفير أراضي فأعلن عنها سابقا بينها ستكون الأقل على المستوى الشرق الأوسط نعم والحوافز التي حددها القانون في مواده طبعا من ضمنها تخصيص الأراضي مثل ما تكلمنا سابقا فيها لا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية وهذا واحدة من الأسس في كثير من الدول بقرار مفاجئ يتم نزع ملكية الاستثمارات فهنا لا تخضع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية وإن كان هناك حاجة لنزع ملكية المشروع يتم تعويض المستثمر أسوة بتعويض المستثمرين المواطنين فأكثر عدالة من هذه يعني ما أعتقد أنها تكون موجودة في بعض القوانين الأخرى العفاءات الضريبية العفاءات الضريبية في حالة استيراد معدات لإنشاء المشروع فيعفى عفاء مباشر في حالة استيراد المواد التي تدخل في التصنيع أو نصف المصنعة لتكملة المنتج للمستثمر أيضا تعفى من الجمارك عفاء عن الرسوم أو جمارك الدخل اللي هو ضريبة الدخل إعفاء لمدة طويلة من السنوات قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر كل هذه فعل وتضمن لهم حيث كبير من التحقيق الأرباح والأمان في إقامة صناعات كبرى هي المسألة تحتاج إلى حملة ترويجية يعني قطر الآن في اعتقاضي تتمتع بعناصر استثمارية عديدة يعني دخول رجال الأعمال يمكن مئة وشوي دولة يستطيعون دخول قطر من خلال تأشير بالمطار يعني هذا في سهولة في عملية أيضا دخول رجال الأعمال قطر الآن تمتلك أكبر أسطول جوي في الشرق الأوسط طائرات حديثة طائرات ناقل هذا كل طبعا يساعد المستثمرين على الحضور مطار حمد الدولي ميناء حمد الموجود الطرق الآن الموجودة المناطق الحرة المناطق اللوجستية التي فيها الآن توفير مخازن وتوفير قطع عراضي بالنسبة للتخزين والمتخزين والأمور هاي كلها والمصانع يعني أنا أعتقد فيه عناصر موجودة بس للأسف الشديد لا توجد حملة ترويجية مفروض مثل ما تكرم الأستاذ يعني سفارات قطر في الخارج تروج لهذه العناصر الموجودة الأمان الموجود في قطر الاستقرار الاقتصادي الاستقرار السياسي هذه كلها عوامل جذب الاستثمارات يتعين أننا جميعا نقوم بدورنا من أجل تحفيز ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية اللي مثل ما قلنا حتى الدول الكبرى فطالما عندنا المقومات الحمد لله واكتملت الآن هذه المقومات لماذا لا نشجع لماذا لا نقوم بحملات ترويجية نكتفي فقط مثلا في الغاز أو البترول أو في هذه الاستثمارات لا نفتأ يعني لابد أن تكون هناك استثمارات في كافة المجلات يعني في السابق لابد وضع الحصار فرض كثير نعم يعني دولة قطر بقدرتها على أن هي يعني تستطيع أن أن تواجه هذا الحصار بهذه الإمكانيات تستطيع أن تكون يعني واحل الاستثمار وتستطيع أن تكون يعني جاذبة للاستثمار وأكثر من ذلك أول لو تسمح لي استاذ مروان تعقبا على طروحة الساد يوسف عملية الترويج هي من صميم اقتصاص وزارة الاقتصاد فيما يخص للجذب الاستثمارات بتوجيهات من سعادة الوزير نحن نحضر كثير من المؤتمرات والمعارض الدولية لنروج فعليا للجذب واكامل الاستثمار في قطر أيضا نلتقي في اجتماعات دورية مع المكاتب التجارية في السفارات العالمية في قطر وهناك بعض وهناك معارض كبرى حتى يعني التواصل مع السفارات تتبعناها دولة في ترويج استثمارات في دول العالم ويقام سنويا يعني بالترويج استثمار وبالاضافة لخروجنا إلى المعارض الدولية أيضا في تواصل بيننا وبين السفارات في الخارج واعطاءهم كثير من كتيبات ومن بعض المحاضرات أو بعض المحاضرات اللي ممكن أن السفارة تقوم بتوصيلها للسوق دليل يوضح مجالات الاستثمار دليل متكامل يعني في السنة اللي طافت تقريبا وزعنا بحدود خمسة آلاف نسخة من الدليل هذا إلى السفارات والإجهارات المعنية العديد من الأحداث الاقتصادية مشاهدة الكرام حصلت وتابعناها خلال الأسبوع الماضي ننتقل وإياكم إلى غرفة الأخبار ومعنا من هناك الزميل محمد الأنصار اللي طلعنا على جولة لأهم الأحداث على الساحة المحلية هنا في قطر تفضل محمد شكرا لك مروان وأهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى حصاد الاقتصاد لهذا الأسبوع تشعر معاني الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مخرجات الخطط العمرانية الشاملة لدولة قطر وذلك في حفل أقيم بوزارة البلدية والبيئة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وفي بداية الحفل ألقى سعادة السيد محمد بن عبدال العمرانية الشاملة جاءت بعد سنوات من الجهود المخلصة التي بذلها القائمون على هذه الخطة بالتعاون مع شركاء العمل بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية ويأتي تجشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة في ضوء تحول غير مسبوق في رسم سياسة واستراتيجية مستقبل دولة قطر يأتي تحقيقا لرؤية قطر الوطنية الفين وثلاثين قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزيارة تفقدية لمحطة المنطقة الاقتصادية التابعة لمشروع مترو الدوحة وذلك للاطلاع على التقدم في سير الأعمال لا سيما الإنجازات الرئيسية التي حققتها شركة سكك الحديد القطرية الريل في العام الفين وسبعة وخططها المستقبلية كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقب بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الذي ينظمه مركز قطر للمال بالشراكة مع شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تحت عنوان المستجدات المالية المعاصرة والبناء المعرفي حضر الافتتاع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من المختصين في قطاع المال وضيوف البلاد ويهدف المؤتمر إلى صياغة مشروع معرفي متكامل لبناء جيل أو جيل الصناعات المالية الإسلامية وبيان أثرها على التنمية الاقتصادية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2018 خلال الفترة من 21 إلى 26 من الشهر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ينعقده المنظمون للكشف عن تفاصيل هذه النسخة من المعرض الذي تحتفي بمرور 15 عاما على انطلاقته ليقدم لزواره في قطر أفخر المجوهرات والساعات الراقية من أعرق العلامات التجارية العالمية المرموقة وذلك بمشاركة أكثر من 400 علامة تجارية من 10 دول أعلن أعلن المهندس سعد شريد الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول البدء الرسمي لأعمال شركة قطر غاز الجديدة بعد الانتهاء الناجح لعملية دمج شركتين قطر غاز وراس غاز في كيان واحد اسمه قطر غاز مما سيوفر ملياري ريال قطري من الكلفة التشغيلية سنويا جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المهندس سعد الكعبي بحضور ممثلين من اكسون موبيل وتوتال وكونوكو فيليبس وشل الشركاء الدوليين في قطر غاز وراس غاز التين تم الإعلان عن دمجهما في ديسمبر 2016 وقال المهندس الكعبي في المؤتمر الصحفي إن قطر غاز التي بدأت بالفعل العمل في الأول من يناير الجاري ستدير جميع المشاريع والمنشآت التي تشغلها الشركتان سابقا وأضاف أن الهدف من خطة ضم أنشطة شركتين قطر غاز وراس غاز هو دمج الموارد والقدرات المميزة للشركتين لخلق مشغل طاقة عالمية فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثقية سابقا نعلن ولادة قطر غاز الجديدة في الأول من يناير 2018 وبذلك ستصبح قطر غاز الجديدة هي الشركة الوحيدة التي تصدر الغاز القطري المسال للعالم برؤية واحدة ونظام إدارة واحد وثقافة عملية واحدة وجذير بالذكر هنا بأن دمج الشركتين سيوفر سنويا حوالي 2 مليار ريال قطري من التكلفة التشغيلي من ناحية أخرى أعلنت قطر للبترول بصفتها وكيل التسويق لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة أنها أصبحت الكيان الحصري والوحيد لتسويق وبيع صدرات قطر من النفط الخام إلى الأسواق الدولية مما يتعزز قدرتها على التسويق الدولي وتوسيع نطاق تواجدها العالمي حققت لجنة العليا للمشاريع والإرث إنجازات كبيرة في مجال رعاية العمال حيث يعمل في اللجنة حاليا ما يقارب السبعة عشر ألف عامل في مختلف مواقع مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 هذا وتتكاتف جهود العمال لتحويل حلم استضافة البطولة في قطر إلى حقيقة واقعة وقد شهد عام الفين وسبعة عشر اهتماما كبيرا بتعزيز التواصل والابتكار وتحقيق مبدأ الشفافية في مجال رعاية العمال إذ واصلت اللجنة العليا عملها جنبا إلى جنب مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وشركة امباكت ليمتد كطرف خارجي مستقل للتدقيق على معايير اللجنة العليا لرعاية العمال سجلت الخطوط الجوية القطرية نموا خلال الفترة من 2016 إلى 2017 بلغت نسبته 14% من حيث عدد رحلات الركاب والشحن الجوي بالإضافة إلى تدشين عشر وجهات جديدة هذا فضلا عن أدائها البيئي الإيجابي حيث تمكنت من خفض الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها بواقع 2.5% مقارنة مع العام السابق شاهدين نهاية حصاد الاقتصاد وعند عودة إلى باقي البرنامج مع زميل مروان تفضل مروان شكرا لك محمد سيد عبد الباصط إلى جانب ما تحدثت عنه من أمور تسويقية لهذا القانون نحن أمام فورا أيضا في تقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين وهذا برأيك يجب أن تتبعه جميع الهيئات والمؤسسات في تقديم خدمات سريعة إلكترونية نعم فيما يخص الأتمة أو الخدمات الإلكترونية حتى أن الخدمة هذه أصلا سبقت القانون أو مشروع القانون هناك النافذة الوحدة مقرها في وزارة الاقتصاد والتجارة ويوجد لها ممثلين من جميع الجهانتات العلاقة باستطاعة المستثمر أن يبدأ مرحلة من بداية التسجيل حتى انتهاء أو أخذ بعض التصاريح أو من الوزارات الأخرى أو الجهات ذات العلاقة في المشروع من تحت سكف واحد بالإضافة كما ذكرت سابقا بالإضافة إلى مركز خدمات المستثمرين أيضا هناك ربط بين النافذة الوحدة والوزارات المختصة والجهات ذات العلاقة ربط إلكتروني تتم مراجعة الطلبات عبر النظام الإلكتروني وإعطاء الموافقات والتصاريح في آن واحد أشكركم جزيل الشكر مشاهد الكرام نصل إلى هنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع نشكر ضيوف الحلقة كان معنا السيد عبد الباصد طالب العجي مدير إدارة ترويج الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد يوسف الزمان المحاني والخبير القانوني نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله وحلقة في القانون الآخر قانون تملك العقارات بالنسبة للمستثمرين الأجانب والذي وافق عليه مجلس المزراء وأحاله إلى مجلس الشورى لذلك الحين هذه أطيب المنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة